اشتركوا في القناة أولا وسطية أهل السنة والجماعة في الاعتقاد جاء تقرير القرآن الكريم لمنهج الوسطية في العقيدة شاملا متكاملا حيث أن العقيدة هي الأساس وعليها البناء فأي انحراف فيها يسري على ما سواها وما زاغت الأمم الأخرى في عبادتها وأمورها إلا بعدما انحرفت في عقيدتها كما قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهئون قولا الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون وهدى الله أهل الإيمان وأمة الإسلام إلى الحق بفضله وجوده وكرمه كما قال تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وممذنين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إن عقيدة أهل السنة والجماعة في الله تبارك وتعالى عقيدة صافية نقية تتهاوى أمامها اليهودية والنصرانية وجميع الديانات بل لا مقارنة بينها وبين عقيدة أهل الإسلام في الله تبارك وتعالى البتة فالله سبحانه وتعالى عند المسلمين وعند أهل السنة والجماعة هو الخالق البارئ المصور الملك المدبر الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي لا يفنى ولا يبيت ولا يكون إلا ما يريد الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء الظاهر الباطن ملك السماوات والأرض الذي يعلم السر وأخفى أفعاله كلها رحمة وحكمة ومصلحة للخلق ما شاء سبحانه كان وما لم يكن لا معقب لحكمه ولا راد لقاضائه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون الإله المعبود بحق وما سواه من الآلهة باطل الموصوف بصفات الجلال والجمال والكمال وأي وصف من صفات الكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله متصف به عند أهل السنة والجماعة إذ واهب الكمال أولى به وأي وصف من أوصاف النقص فالله منزه عنه لا يلحق منه مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك إلى غير ذلك مما استرسلنا في سرده وبيانه مما جاءت في الكلام الماضي هذه هي العقيدة الصافية التي زرعها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه بمقاله وأفعاله قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فأهل الإسلام يصفون الله تعالى بكل صفات الكمال والجلال وينزهون الله تعالى عن صفات النقص والعيب فلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سورة من كتاب الله جمعت عقيدة أهل الإيمان وهي تعدل ثلث القرآن قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد ترجمة نانسي قنقر